المترجم للقناة المترجم للقناة ومصادقة التصاميم الخاصة بالموقع حيث قمنا خلال هذه الفترة بتدقيق المسوحات والتصاميم المعدة سابقا ومقاطعتها مع واقع الحال للشبكات الموجودة لمنع حدوث تعرضات أثناء التنفيذ حرصا مننا على عدم القيام المباشرة بالحفريات وتأخير حركة المواطنين في موقع العمل إن شاء الله خلال أسبوعين أو أقل نستأنف العمل على الأرض الواقع لوصول كميات الأنابيب معظم كميات الأنابيب بالإضافة إلى استئناف وصول أغطية المنهولات والمواد التجهيزية لهذا المشروع كما حاليا تم إنشاء موقع الكمب الخاص بالعمل وإن شاء الله سيكون فاتحة خيرة على أهلنا في الجانب لإيمان مدينة الموصل فيما يخص سؤالكم عن شارع الدواسة خارج والمنطقة الممتدة من تقاطع الجسر الرابع وإلى دورة النبيشيت حاليا المديرية تعمل على إنجاز هذا المشروع الخاص بمد الشبكات أو الخطوط الناقلة للصرف الصحي للجانب الأيمن خلال أقل من شهرين سيتم إنجاز العمل بهذا الشارع بالكامل وسيسلم إلى بلدية الموصل التي أدرجت مشروع تطوير هذا الشارع من الجسر الرابع وإلى دورة المكعبات ليكون مدخل المدينة نظاميا وبشكل يليق بمحافظة نينو بالنسبة لسؤالكم حول مشروع مجال الانتصار المشروع حاليا قيد الإنجاز لديه مدة قانونية نعمل حاليا مع دائرة المهندس المقيم مع الشركة لتذليل الصعوبات لإنجاز العمل بأسرع وقت ممكن إن شاء الله نحاول مع الصيف القادم أن نكون قد أنجزنا جزء كبير من مشروع مجال الانتصار حدثت تركعات سابقة لكن حاليا نعمل مع الشركة لإسراع بإنجاز المشروع مدرية المجاري أدرجت الكثير من المشاريع ومشاريع الأمن الغذائي وإن شاء الله قريبا ستطلق هذه المشاريع بشكل كامل سنقوم بتبليط شارع عشرين في منطقة حي الضباط قرب كريستال مول بالإضافة إلى تبليط منطقة حي المهندسين المنطقة الخاصة التي قامت بها مديرية مجاري نيمو بمد شبكات المجاري سنقوم بتبليطها بالكامل بالإضافة إلى منطقة حي الغفران المنطقة المحادة لمحطات الضخ التي كثرت المشاكل وشكاو المواطنين فيها أدرجنا مشروع تبليط الشارع الحولي لمحطة الضخ لتسهيل حركة المواطنين وكذلك منطقة الكنديا لدينا أعمال مجاري وتبليط وإن شاء الله لدينا مشروع في منطقة حي سومر أيضا سنقدم خدمة كبيرة لأهالي منطقة حي الميثاق أيضا لدينا مشروع قرب الملعب أيضا كثرة الشكاوي لوجود برك مائية سنقوم بمعالجتها ضمن هذه الخطة أيضا ولدينا مشروع مجرى صندوقي يمتد من قرب مستشفى السلام إلى سيدين الصابرين ليكون خطا ناقلا للمجاري التي ستنفذ مستقبلا لمنطقة حي الوحدة ومنطقة حي الميثاق بالتأكيد مديرية مجاريين وتحتاج إلى مبالغ كبيرة للتخصيصات المالية نتحدث عن خطط الأمن الغذائي بما يقارب التريليون المبلغ المخصص لمديرية مجاري نينوى 33 مليار فقط بمحافظة نينوى كاملة وليس فقط قضاء الموصل بكافة الأقضاء والنواحي فقط 33 مليار بالتأكيد تخصيصات متواضعة مقارنة مع الحاجة الفعلية لتنفيذ شبكات المجاري لكن نأمل أن يتم تخصيصات مالية إضافية ضمن تنمية الأقاليم عام 2023 إن نستطيع أن نقدم خدمة أفضل لأهلنا في محافظة نينوى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر